بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نحكي عن الانيميشن بلاي ستت في البداية في عندي هاو المربع هاو المربع اللي شافه قدامك في عنيه الانيميشن زي ما خذناه في المحاضرات السابقة وعمل هون اتوريشن كاونت انفينيتي يعني حيظر يتكرر الانيميشن وما راح يوقف اليوم نتعلم كيف ممكن اتحكم في الانيميشن ما تخلي يشتغل وما تخلي يوقف في البداية بنا نعرف احنا هون الانيميشن مع بعض زي ما خذناه في المحاضرات السابقة ات كيف ريبس اسم الانيميشن تشينج كالر 0% باكي جراوند كالر بيربل 50% باكي جراوند كالر يالو 100% باكي جراوند كالر أكوه هون عندنا الصندوق عمل لونه باكي جراوند كالر ريد الويدث 150 الهايث 150 المارجن 50 بيكسل أوتو الانيميشن نيم وما بحكي له انه هذا الصندوق هو نادي على الانيميشن نيم الاسمه تينج كالر الانيميشن ديوريشن ثلاثة سكن الانيميشن نيم شرحناه في المحاضرات السابقة بربط البوكس مع الانيميشن وحكينا مستحيل يشتغل الانيميشن بدون الديوريشن يعني خلال ثلاث ثواني واتعلمنا في المحاضرات السابقة الانيميشن اتوريشن كونت حكينا هنا انفينيتي يعني يظل الانيميشن شرغال وما رح يوقف اليومنا نتعلم كيف ممكن نوقف الانيميشن رح اعمل هوفر على البوكس put box hover وحكي له animation play state وحكي له boss يعني توقف الديفولت لها running حيظل شرغال running هي الديفولت والبوز هي توقف انا بتوقع انه الفكرة صارت واضحة لكن تعني نطبقها مع بعض عشان تفهمها 100% انشأتلك فولدار جديد 107 play عندكون الاندكس وعن نفس المثال اخذناه في المحاضرات السابقة في البداية عندك universal electoral بعد هيك في عندك الوكس background read width 150 height 150 margin و الانيميشن name و الانيميشن duration و الانيميشن iteration count infinity نسكي الوكس بولر او نفسه اللي اخذناه في المحاضرات السابقة عرفت انه هنا الانيميشن هي الات key frame هسا راح نسويه مع بعض بس اني راح اعمل dot box و الانيميشن و الانيميشن و الانيميشن و اخذت له الانيميشن play state و قلت له post يعني توقف اول ما اوقفت على الصندوق انتبهت انه الانيميشن توقف صح؟ اول ما بعد الماوس على الصندوق هيرجع يشتغل الانيميشن او ما اوقف على الانيميشن راح يتوقف ممكن هسا تحس بموضوع تافه و ولا اله اي قيمة لكن ان شاء الله لما نسوي لعبة مع بعض و المتوقف في الماوس على اي شخصية كانت تتحرك الشخصية او متوقف عليها الماوس توقف اولا احنا راح نحتاج الانيميشن play state فالانيميشن play state ممكن تفهمها ببساطة اي اشي على الشاشة بتحرك حابت خليه توقف في لحظة معينة نستخدم فيها ساعتها الانيميشن play state وقبل ما انهي المحاضرة بده نوح على شغل ان تكن انتبهت عليها ان المحاضرات مجتها قليلة الهدف كان ان يخلي كل فكرة فيديو منفصل عشان تكون المراجعة سهلة عليك وكالعادة اذا ذرت المحاضرة معني النهاية علق اي تعليق بدك اياه وضيف معا الوردة ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة و الى اللقاء اشترك في القناة اشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر